موسيقى نعيقات المؤتمر الحادي عشر بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية حادث عادي بل هو حاجة تنظيمية ومؤسساتية تفرضها الدورة التنظيمية العادية وتقتضيها الملائمة مع قانون الأحزاب إنما تتحدثون عنه من سجالات وخلافات حول التحضير للمؤتمر لا يتجوزوا أشخاص قطعوا صلتهم بالحزب منذ مدة طويلة منهم من غضب وولى ومنهم من أعلن موت الاتحاد الاشتراكي ومنهم من تخلى عن عضويته طوعا حين حارب الحزب سبا وشتيما ومنهم من من طرد لأسباب تنظيمية أو أخلاقية وقليل منهم من يعني من بقي على ما زال على ارتباط بالحزب وله وجهة نظر أخرى في شروط الإعداد للمؤتمر إذن وعبروا عن تحفظهم عن بعض القارات التي اتخذها المجلس الوطني من خلال امتناعهم عن التصويت إذن هناك أقلية قليلة من صوتت بامتناع بينما الأغلبية الساحقة أبدت يعني أيدت تعديلات المقترحة على القانون الداخلي للحزب ويتعلق الأمر يعني بمشاريع فقط ستقدم للمؤتمر للحسم فيها وذلك من حق المجلس الوطني فيما يتعلق بالولاية الثالثة يعني ارتاء الاتحاديون والاتحاديات أن يدخلوا عدة تعديلات على القانون الأساسي قصد ملاءمته مع قانون الأحزاب ومن ضمنها إقرار مبدأ الولاية الثالثة بالنسبة لكل الهياك الحزبية يعني ابتداء الكاتب الأول إلى كاتب الفرع وتمديد الولاية إلى خمس سنوات إلى آخره وبالتالي فمن ربط فمن يعني فمن يربط تعسفا بين التعديلات وتجديد الثقة في الأخ دريس لشكر الكاتب الأول الحالي لم يفهم فلسفة النموذج التنظيمي الجديد الذي جاءت به الورقة التنظيمية مع العم أنه من حق الاتحاديين والاتحاديات وحدهم أن يقرروا في من سيقود سفينتهم غدا إذن ما يجري داخل الاتحاد الاشتراكي عادي هناك أغلبية تشتغل من أجل مؤتمر متميز وقل اختارت أن تشوش على حزب غادرت هذا السؤال يعني من أنبأكم بأن الأخ دريس لشكر سيستمر كاتبا أولا هناك عدة مترشحين ولذلك من السابق لأوانه الإدلاء برأيين في الموضوع مع العلم أن الأخ دريس لشكر كفاءة نضالية وسياسية ثابتة وأسهم بقسط كبير في صمود الاتحاد أمام كل العواصف في أوقات عصيبة اختار بعض المهرولين للقيادة الآن حينها المغادرة طوعا يعني كان من حظي أن أكون شاهدة على لقاءات أبناء وبنات الصحراء مع قيادة الحزب في يعني جهة قلميم وادنون وكذلك بجهة عيون الساقية الحمراء وجهة واد الدخل واد الدهب يعني لتقديم يعني لتقديم الوراقتين التنظيمية والسياسية وكانت لقاءات متميزة لقاءات متميزة من حيث الحضور والكثافة والمشاركة والاقتراحات مما أضفع على تلك اللقاءات حماسا قل نظره عمقا وروحا للمسؤولية اشتركوا في القناة